صباح خير فوائد العرقسوس ما هي فوائد عشب العرقسوس او نبات العرقسوس الذي نشربه ونستخدمه في الشرب وفي الاكل فوائد العرقسوس المغلي فوائد العرقسوس المثلج فوائد العرقسوس في الطبخ وفي المطبخ وفوائد العرقسوس لمعظم خلايا جسم الانسان وتشمل جهاز الهضمي والجهاز العصبي إلى آخره لو عايز تعرف فويدة للأسوس بالتفصيل تابع معنا هذا الفيديو وارجعنا لكم تاني معكم دكتور مجل المقبالي قناة طب و تنمية بشرية أخوكم باكارليوس طب عن شمس سنة 91 وعايز أشكركم جدا على دعمكم ومشاركتكم للفيديوهات والتعليقات الجميلة اللي بتكتبوها اللي أنا ما استهلهاش العرق سوس هذا النبات القديم يا ترى ما هي فوائد العرق سوس بالذات ان احنا بنستخدمه مثلا في بلدي مصر في شهر رمضان وفي الشهور الحارة عموما في الصيف بنشربه لانه مشروب بيرطب ويحسن صحة الجسم ده اللي نعرف عنه لكن الحقيقة انا شخصيا حتى وانا بحضر الفيديو ده لقيت فوائد جميلة جدا هنعرف الفيديو ده فوائد العرق سوس للمعدة والقولون فوائد العرق سوس لعلاج الطلبات الجهاز التنفسي فوائد العرق سوس لعلاج السرطان فوائد العرق سوس لعلاج البشرة فوائد العرق سوس في الصيام للانسان الصائم ما بعد طبعا افطاره فوائد العرق سوس للمرأة الحامل فوائد العرق سوس للجهاز العصبي وطرق استخدام العرق سوس الصحيحة وبعض الاضرار الجانبية والاثار الجانبية للعرق سوس بل ان العرق سوس يدخل في بعض الاشكال الدوائية دخل الكيميا دخل الصيدلة دلوقتي في بعض أدوية حنقولها لكم فيها عرقسوس وكمان القيمة الغذائية والمواد اللي هي موجودة في العرقسوس حدنا لكم فيلم تسجيلي بسيط بنشرح فيه الكلام ده بسرعة و بطريقة سهلة و بسيطة زي ما تعودتم معنا في القناة طب وبساطة وبهذه البساطة نبتدي نشرح فوائد العرقسوس وبمعنى صح فوائد جزور العرقسوس سواء بقى العرقسوس المغلي أو العرقسوس المثلج أو العرقسوس البارد أو حتى وضعه في بعض أنواع الطبخ والفوائد العديدة اللي هي مفيدة للجسم وكمان فوائده طبعا كشربه كمشروب من ناحية الصحية بالذات كمان في فترة الصيام وما بعد الصيام يعني الواحد لما بيفطر بيشرب على القسوس بيحصل عنده تعويض كبير جدا في الكثير من المعادن والفيتامينات أول فايدة الجهاز الهضمي العرقسوس سبت أنه مفيد جدا للمعدة ومفيد جدا للقولون من ناحية الغذائية لأنه بيريح المعدة لأنه في مواد ومضادات أجسادة بتقلل من التهابات المعدة وبتقلل من المشاكل اللي بتحصل أثناء عملية الهضم ومش الهضم بس ده الهضم في المعدة كمان بيريح القولون في عملية الامتصاص وعملية الإخراج وبيقلل من الغازات وبيساعد كمان مرضى القولون العصبي نمر اتنين العقسوس مفيد جدا جدا للمناعة لأنه في مضادات أجسادة على أعلى مستوى هذه المضادات الأجسادة بتشتغل يا جماعة كمضادات للبكتيريا وكمضادات للفيروسات بتقلل من احتمالات حدوث أدوار البرد وكمان حنتكلم في فايدة تانية على أنه كمان بيشفي من أمراض البرد لو عندك برد وتشرب على الأسوس مغلي ده بيفيد جدا هو موليان مضادات أجسادة في بيقلل من أدوار البرد وبيعالج أدوار البرد والعسوس المغلي ده علاج سريع جدا لأدوار البرد ومن أحسن الحاجات بالذات لو ضفله جنزبيل أو ضفله كوركم وثبت وفي الهند على فكرة بيعالجوا البرد بهذه الطريقة كمان الصينيين الصينيين بيستخدموه من زمان وبيضفله عسل وهو مغلي بيشفيهم من معظم الأمراض بالذات في الأماكن الباردة جدا في الصين ودي ثبت في أبحاث كتيرة لدرجة أن أحد العلماء اكتشف أنه كمان ليه تأثير على الفيروسات وليه تأثير على أدوار البرد أنه بيشتغل مباشر على أجهزة المناعة اللي بتساعد البرد ودخلنا في نمر أربعة أنه بيقاوم الفيروسات ويعالج الفيروسات ويمكن تجربته في فترة الكورونا لما الناس كانت بتشرب عن قسوس دافي أو مخلوط بجنزبيل أو بنعناع أنه بتبقى النتيجة ممتازة بالذات يا جماعة لما الواحد يضيف له عسل العسل بيوسع الأوعية الدموية وبيساعد فبالتالي القسوس ثبت أنه يحميك من الفيروسات لأنه فيه مواد يعني يمكن نهاردة الطب بيحاول يدور على الأدوية تشفل فيروسات العرسوس فيه المواد دي فيه مضادات أجسادة جمدة جدا تقوّل مناعة أكتر من الزينك وأكتر من حاجات تنة نمر خمسة لو فيه بقى مشكلة في المعدة أو في القولون مزمنة واحد عنده قرحة في المعدة واحد عنده حموضة في المعدة جرب كده تشرب كوباية العرسوس دافي هتحس بتحسن سريع جدا وده بيخلينا ممكن ندي المرأة الحامل وإن كان هنقول برضو في الاحتياطات والأضرار أن المرأة الحامل متاخدوش في أول ثلاث شهور وحنقول ليه لكن بعد ثلاث شهور المرأة الحامل اللي عندها مشكل في المعدة أو في القولون تقدر تشرب بها الأسوس وهي مرتاحة النقطة الستة إن العرسوس ثبت إن هو بيحافظ على صحة الأسنان ما هو مليان إيه؟ حاجات مضادة للبكتيريا مضادة للفطريات مضادة للفيروسات وبيديك أسنان ناصعة وجميلة لما تشرب عرسوس تخيلوا بل إنه كمان فيه غرغرات حاليا في الطب بتدخلط بالعرسوس في معجين أسنان فيها نسبة عرسوس في أدوية معدى فيها نسبة عرسوس في موثوش الوغسيل الفم لأنه العرسوس ينقق الفم من المايكروبات ومن الفطريات ويشتغل كمان بيدخل بين الخلايا بتاعت الأسنان دي وينقيها فتبقى الأسنان ناصعة البياض ولذلك أنصح أي حد عنده مشاكل في الأسنان إنه يشرب كل يوم عرسوس لاحطش سكر لأن السكر حيب بوز الأسنان ولكن يحط له عسل نمرة سبعة يعالج العرسوس ده سبت بقى علميا يعالج التهابات الحلق ده يعني حاجة مثبتة مية في المية لما تشرب العرسوس بالذات الدافي وتحصله عندك لقدر الله لوزتين أو التهابات أو التهاب الديوب الأنفية وتشرب العرسوس المغلي ده بيعالج التهاب اللوزتين والتهاب الأذن والوسطى والتهاب الديوب الأنفية وده تضيف له بقى نسبة عسل تضيف له حاجة طعمها حلو شوية لأنه طعمه مر شوية ولكن الفوائد اللي فيه لا تعد ولا تحصى ودي يعني بفكرة بسيطة عن فوائده ودي برضو فوائد تامية كويس للأعصاب وكويس للجهاز البولي كمان أضرار العرسوس قليلة جدا لكن هنقول في عجالة بعض الأضرار لو الواحد شرب أكتر من كوباية في اليوم يعني واحد بيشرب مثلا ثلاثة واحد مدمن العرسوس أو في رمضان مثلا يروح شارب كمية كبيرة ودف له سكر جدا حيرفع معاه السكر وحاجة تانية بقى مهمة جدا إن بعض أضرار العرسوس إنه ممكن كمان يأثر على ضغط الدم لو ذات الواحد شرب العرسوس بكمية كبيرة جدا أو حطه في الأكل بكمية كبيرة جدا يحصل الارتفاع في ضغط الدم وده بسبب المواد اللي هي بتحافظ على القولون وبتحافظ على الأوعية الدموية في القولون بتعمل انقباط انقباط الشيت جدا ممكن يرفع على الضغط لذلك نراعي إن الإنسان اللي عنده الضغط ما يشربش أكتر من كوباية عرسوس في اليوم والستر حامل زي ما قلنا في أول فيديو ما تشربهوش في أول ثلاث شهور لأنه فيه نسبة مدنطقة قصيدة كبيرة جدا ممكن تأثر على الجنين بالسلب كمان مش بالإجاب دي كانت فكرة عن فوائد العرقسوس أو الليكليتشر باللغة الإنجليزية أو اللاكريتز باللغة الألمانية ولو الفيديو عجبكم يا ريت تشيروه وتكتبونا تعليق جميل وتعملوا لايك اللي احنا بنشر المعرفة الطبية في العالم العربي استنى أسئلتكم ولايكاتكم وسط افتراتكم كان معكم ماجد المنقباتي طب ببساطة وطب وتنمية بشرية